بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعار عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام يقول أحد الأخوة أصابني مرض وخثار وكذلك تعرضت لمشكلات كثيرة بعد ترك المعاصي فهل هذا ابتلاء أم عقوبة يتصور البعض بأنه عندما يتوب لله عز وجل فسوف يتعرض للابتلاءات الكثيرة والمؤمن مبتلى كما يجيب علماؤنا الأعلام أنت أولا عندما تترك المعاصي وتترك السيئات فلقد وعد الله سبحانه وتعالى المتقين الذين يتقون الله فيتركون الذنوب والمعاصي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بالعكس عندما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب فإن الله كما قال في القرآن فإن الله يحب التوابين فكيف تتصور بأن الله سبحانه وتعالى بالعكس لا أنت تركت المعاصي تركت الذنوب أصبحت من المؤمنين فالمؤمن مبتلى واستعد الآن للخسائر والأمراض والعلل هذا خلاف ما جاء في القرآن إذا تبت فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين وإذا ما أحب الله سبحانه وتعالى عبدا أغدق عليه بقضاء الحوائج وكذلك بالكرامات والمنازل الرفيعة ومن يتق الله يجعل له مخرجا بالعكس عندما تخرج من ذلي معصية الله إلى طاعة الله إلى كرامة طاعة الله عز وجل فسوف تكون عزيزا في عشيرتك غنيا في قومك الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير بأكملها ألم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله من أراد عزا بلا عشيرة وأراد غنى بلا مال فليخرج من ذل معصية الله إلى باب طاعة الله عز وجل أو إلى كرامة طاعة الله عز وجل بالعكس دائما وأبدا أهل التقوى هم أهل الكرامة والوجاهة وكذلك أهل استجابة الدعاء ولذلك الناس يأتون إليهم بالإضافة بأنك تقول بأني تبت إلى الله وتركت المعاصي فوقعت في هذه الابتلاءات الله سبحانه وتعالى عندما تتوب وتستغفر من ذنبك فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة لم يوعد الذي استغفر من ذنبه وتاب لله سبحانه وتعالى أن يرسل عليه المصائب أن يرسل عليه البلاء أن ينقص من بنينه ومن أولاده ومن أمواله وينقص من ثمراته لا أبدا الإنسان عندما يعود إلى الله سبحانه وتعالى جاء في الروايات يفرح الله سبحانه وتعالى بعودة العابد كما يفرح الرجل بعودة عفوا عبده الآبق يعني السيد عندما أحد خدمته يذهب ثم يعود فهو يفرح بذلك فإذا كان تائبا فإن الله يحب التوابين وإذا كان تائبا ومتقيا اتقى الذنوب ترك الذنوب والمعاصي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من عيث لا يحتسب وكذلك مسألة بأنك تترك الذنوب وتستغفر منها فإن الله يرسل السماء عليك مدرارا ويمددك بأموال وبنين ويجعل لك جنات ويجعل لك أنهار إذن هذه المصائب التي تأتي بعد التوبة سبحان الله ملازمة في بعض الأحيان هذا من كيد الشيطان هذه من الشياطين التي دائما وأبدا تحوك لك الفقاخ لا تتصور بأنها سوف تتركك تتوب إلى الله وترجع إلى الله من دون أن تنشر شباكها بشكل أكثر وبشكل أشاد والقضية معروفة في قصة أيوب عليه السلام عندما مرضى أيوب أو عندما كان عبدا عندما كان عبدا شكورا ولديه الأموال ولديه الأولاد دائما كان الشيطان يقول يا رب ما دام النعمة فيه ما دام النعمة فيه موجودة وما دام هو يأكل ويشرب ومطمئن ولديه أموال فهو يعبدك فإذا لم يكن لديه ذلك لما كان عبدا شكورا بهذه الصورة فكان الشيطان هو الذي يحيك الدسائس لأيوب عليه السلام فالله سبحانه وتعالى اختبر أيوب ليثبت للشيطان بأن إيمانه صحيح وبأنه عبد صالح في كل أحواله وبأنه مؤمن في كل أحواله هل هذا يعني بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل للشيطان عليك سبيلا لا أبدا بل إن الله سبحانه وتعالى عندما تبت إليه واستغفرت من ذنبك رجعت إليه عز وجل وجعلك في حصن حصين ولكن الشيطان يبقى يوسوس في صدرك كلما حدث شيء أقرن هذا الشيء المزعج في مسألة توبتك ورجوعك إلى الله ويقول ها لأنك رجعت إلى الله لأنك توبت لأنك استغفرت فإذن من الآن وصاعدا استعد للبلاء ويذكرك في أحاديث ليس في موضعها المؤمن مبتلى الابتلاءات تنزل للمؤمن كالسيل لا كذا لا وإنما هي هي الحياة الطبيعية بهذه الصورة والشيطان يحاول أن يكثر من مسألة الفخاخ والابتلاءات كي يرجعك إلى ما كنت عليه فإذا ما قاومته واستطعت أن تعرف هذه الفكرة ورسختها في ذهنك سوف تشتاز الاختبار بشكل صحيح ولن يستطيع الشيطان أن يجد عليك سبيلا بعد ذلك فاصبر قليلا برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر